ملفاً أولاً خصصناه عن التسويق الإلكتروني عن مميزاته وعن بعض المشاكل وسلبيات هذا المجال مشاهدين يسعدون أن أصادف عبر خدمة أسكايب بسيد مصطفى فارورو مختص في التجارة الإلكترونية وهو صاحب موقع للتسويق الإلكتروني في طور الإنشاء أسعد الله صباحك سيدي أهلاً وسهلاً والسلام عليكم ورحمة الله وشكراً على الاستداء شكراً لك أيضاً سيد مصطفى إذن أنت كمختص في التجارة الإلكترونية الجزائر الآن تحاول إيجاد طريق في هذا المجال خاصة أن كل الدول تعرف هذا النوع من التجارة الإلكترونية المنتعشة خاصة إذا ربطناها مع جائحة كورونا نعم هو على كل حال خاصة أن نتكلم على هذا المرض أن نترحم على كل موت هذا المرض في كل العالم وأن نسأل الله أن يعافي البقين من هذا المرض وأن نتكلم بصفتي كفاءة جزائرية في الخارج في باريس وباختصاصي في قواعد البيانات فهذه هي فرصة لكي نطور في المجال التسويق الإلكتروني وخاصة الذي يساعدنا في التجارة عن بعد حتى نتفادى هذا الالتقاء والاحتكاك بين المواطنين ولكي تفادي تطور هذه العدوى فالذي أقول هو الآن هي فرصة للكفاءات الجزائرية لكي تتكون وتبدأ في تجهيزها أو في الدخول في هذا الميدان لأنه جد مهم من ناحية البائع ومن ناحية المشتري كما رأينا الآن في هذا التحقيق الذي قبل أن نبدأ في النقاش الذي يتكلم على وفرة البطاطا في البلاد وفي نفس الوقت البطاطا تأتي من الخارج لكن هذا لا يمنع أن البطاطا تأتي من الخارج ونحن نصدر إلى الخارج عبر منصات إلكترونية أعطيك على سبيل المثال هنا في أوروبا مثلا لو نذهب هنا في فرنسا إلى أي سوق فنجد البطاطا من الأرجنتين والبطاطا من المغرب والبطاطا من كل الدول وتوجد البطاطا الفرنسية كذلك هذا لا يمنع حسب التجاري الدولي كل الناس تتبادل في التجارة لكن فقط نحن في الجزائر ما عندنا منصة مختصة في الاستيراد والتصدير ولذلك أتت منصة الجبابة لكي تحلها بشكل كمنصة دولية عالمية في الجزائر للتسويق للمتجات الجزائرية طبعا أكيد من بابي أولى يعني هي الأولى أولوية للمنتوج الجزائري وتسهيله للتصدير ويمكن حتى للتجار أو المنتجين الجزائريين أن يضعوا أسعار بالأورو والدولار والدينار نعم تحديدا في هذه النقطة لأنه لما نشوفه أي واحد يتصفح المواقع وحتى بالنسبة لما نقوله مواقع تواصل الاجتماعي يرى الكثير من هذه الروابط بما تعلق التسويق الإلكتروني ولكن كل ما يقوم به لما نشوفه أن تقوم بتلك الخطوات بما تعلق اقتناء منتج معين تصادف في الأخير أنك يجب أن تدفع إلكترونيا طبعا وكذلك بالعملة الصعبة وهذا ما يحول بين الجزائريين أنه ليست هناك مواقع يمكن الدفع من خلالها بالدينار الجزائري لاقتناء منتجات من الخارج هو بالصراحة لابد أن تكون عندنا خاصة الحكومة الجزائرية أن تكون عندنا المعاملة بالمثل مثل أنا مثلا جزائري في الجزائر أريد أن أشتري شيء من من الصين أو من أي دولة على منصة علي بابا فأنا لابد أن أجد كل التدابير لكي أشتريها بالدولة إذن الآن في المنصة هذه منصة الجي بابا الجزائرية كذلك تدفعها ستتعامل بالمثل أي صيني يريد أن يشتري بضاعة من الجزائر أو أوروبي فعليها أن يدفع بالعملة الصعبة لهذا التاجر الجزائري نعم وهذا لكي ننمي الاقتصاد وتبدأ العملة الصعبة بالدخول إلى البلاد ويكون نفس الميكانيزمات مثل علي بابا ونفسها التي هي عندنا من ناحية الكاتالوج أونليني ومن ناحية الدفع الإلكتروني لأن المنصة ستكون إن شاء الله بالعملة بالدينار والدولار والأورو وهذا لكي ندفع دفع قوية للاقتصاد الوطني وخاصة في ميدان التصدير هذا الذي ينقصنا وخاصة لا بد أن تشجع الشركات الناشئة من أجل إنشاء الشركات لا هي هناك نية حقيقية للدفع ومساعدة كل المؤسسات والشركات الناشئة جميل جدا مثل هذا الكلام سيدي فقط حتى نتعمق أكثر بخصوص هذا الموضوع من خلال هذه المواقع وهذه المنصات الناشئة أكيد ستوفر الكثير من مناصب الشغل بما تعلق بخرجية المجال الإعلام الآلي نعم 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 هي السؤال جد مهم لأن أنا في هذه جائحة في الحقيقة كانت عندي فرصة جيدة وأشكر من هنا معهد الإعلام الآلي ليزي دوما أشكره المدير سيد جوديل وخاصة مضام دهبية هي التي دوما بجانبي في كل ما قمت به سابقا ولليوم الآن عندي أربعة عشر مهندس تصوري مهندس في سنة ثالثة جامعة وليس في التخرج فهم الآن كونتهم حسب خبرتي في المعلومات الضخمة بيك داتا واستغلال هذه البيانات في التسويق والترويج الإلكتروني فأنا يعني أعطيتهم شكل هذا أو خريطة طريق لإنشاء هذا الموقع الآن هم الحمد لله في إنشاء هذا الموقع بكل احترافية وهم في السنة الثالثة ينتقلون إلى السنة الرابعة يعني عندنا كفاءات ومهارات وبعدها إن شاء الله سوف نوظف بين 200 أو 300 من العمال خاصة الخرجي الجامعة الجدد وليس عندهم خبرات بالعكس فقط الجدد سوف نكونهم وأنا كفاءة جزائرية في الخارج أريد أن أرجع هذا الجميل للوطن العزيز من أجل إعانة هذا الشاب الذي يتخرج من الجامعة ولا يجد كيف الحلول يعني كيف يتعلم في هذا الميدان وهذا الأمور التقنية من جهة يكون نفسه ويأخذ تلك الخبرة وبعد تخرجه أكيد ستكون له أعلى الأقل كما نقوله عنده نوع من الخبرة التي تجعله يزيد يخوض مجال أو عالم الشغل نعم فعلا هذا هذا وخاصة أحنا سوف نوجهه وخاصة يوجد شيء مهم جدا مهم أنا فعلا عندي منصة اسمها الجبابة سوف توظف عديد من الشباب المتخرجين لكن أحنا الذي خاصة نشير إليه ليس التوظيف بل هو إنشاء شركات ناشئة لكي يكون ألف الجبابة في الجزائر وهذا هو السر الموضوع وإحنا بحاجة إلى أكثر من مليون أو مليونين شركة خاصة في التصنيع لكي نخرج إلى عالم التصنيع ويتكون عندنا خاصة موقع الجزائر موقع الجغرافي مهم بالنسبة للإفريقيا وممكن تكون الجزائر مثل إن بلاتفاق يعني منصة مثل دبي بالنسبة للشرق الأوسط فالجزائر بالنسبة للسوق الإفريقي وعندنا كفاءات وعندنا ثروات يعني ما شاء الله باطنية وكل شيء يعني مؤهل فقط علينا التحكم وكيفية التسير هذه الكفاءات طبعا شيء جميل يعني استغلال يعني كما نقوله يقول المتال يقولك ضرب عصفورين بحجر واحد هو إنشاء هذه المناصات الإلكترونية من جهة وكذلك توفير وخلق مناصب الشغل شيء جميل هذا ما يعطي بتفع قوية بالنسبة للاقتصاد الوطني سيدي الكثير لربما الآن شيء جميل كل الكلام الذي تحدثنا عنه لكن الكثير يتحدث الآن يمكن أن هناك هذه المناصات الإلكترونية التي ترويج الاتجارة الإلكترونية قد تعاني من نوع من أشخاص يتسببون في الاحتيال وكذلك النصب ومرات وللأسف عندما يروح واحد أنه يقتني المنتوج دياله يتصادف مع الكثير من المشاكل آخرها يمكن نعطه فقط مثال الشاب الجزائري الذي تعرض للاحتتاء من قبل بعض الشباب وللأسف هي مجرد عصابة استدرجته عن طريق عرض منتج عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيدي من خلال نحن نأخذ هذه التجربة من خلال هذه الشركة الناشئة في التسوق الإلكتروني كيف يمكن حماية المشتري أو الشاري من جهة وكذلك بالنسبة للباع هل هناك قوانين تنظم التسوق الإلكتروني؟ نعم أكيد هناك عدة قوانين خاصة من ناحية أولا القانون يبدأ من ناحية المنتج ثم من ناحية المنصة التي تبيع هذا المنتج ومن ناحية طريقة الإرسال التي هي الشركة التي ترسل البضاع يعني هو موجود كما يقول الفورنيسور ثم عندنا البلاتفورم كيمياء وغولاس هذه المنصة التي تربط بين المشتري والباع وهناك كذلك وسائل النقل هي شريبينغ يعني مثلا عن طريق الـ DHL أو عن طريق الـ EMS عدة طرق إذن هناك كل طرف في تحمل مسؤوليتهم بالمعنى هناك ضمانات حقيقية بالنسبة للشاري وكذلك بالنسبة للباع أكيد لأن هذا الشراء عن طريق يعني في الحقيقة عن طريق المنصة الإلكترونية أنا لا أتكلم عن الفيسبوك لأن في الفيسبوك كل وهمي كل شيء لا لكن احنا عندنا منصة مثل منصة كل شيء مدرج حتى الشركات التي سوف تشجل عندنا يكون أولا شعب أن نراجع يعني نراقب نراقب السجل التجاري نراقب وحتى في المنصة سيكون لكل شركة عندها مثل ما نقوله علامات معناها وكذلك نجوم هناك درجات وهناك مثل نجوم التي نشهدها عبر الفنادق نعم وهذا لكي يشجع يعني السلم تصاعدي جميل جدا نعم من ناحية الخبرة ومن ناحية الجودة ومن ناحية ومن ناحية وعندتنا واحد هذا من ناحية المتوقع لكن نرجع دوما للقانون لحماية المستهلك لابد أن نعرف أن حتى في أوروبا يوجد عدة عدة احتيال ونصب لكن لا يدخل في قضية القتل وهذا الأمر لا نتكلم فقط نجد في ناحية نقل البضاعة أو في ناحية لأن خدمة المنصة هذه علي بابا أو أمازون نفسها هذه الجبابة ستكون في نفس في نفس السيستم يعني أحنا خدمتنا نوصل بين البائع والمشتري مع تلك الضمانات الحقيقية بين البائع والمشتري الضمانات الحقيقية هذه إحنا في المنصة عندنا شروط لأننا لا بد أن نحذر من حاجة عندما نسجل نسجل حسابنا في أي منصة في العالم فلا بد أن تقرأ يعني هناك شروط عندما تملك معلوماتك في الأخير يوجد هناك شرط يعني 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 كذا يكون شيء فيما يخص شروط الاستعمال فلا بد أن تفتح هذا شروط الاستعمال وتجد تقول لك المنصة أنا لست مسؤولة مثلا على ضياع أو إذا أرسل لك هذا البائع البضاعة والبضاعة تكون مخشوشة أنا لست مسؤولة عليها لكن الناس ما تقرأ هذه الأشياء لكن مثلا مثل علي بابا عند طريقة لضمان هذه الأمور مثل علي باي علي باي هذه مثلا أنك تدفع عن طريق علي باي لكن هذه الأموال لا تدفع للمنجج حتى الزبون يستقبل البضاعة ويجد فعلا البضاعة التي رأاها هي نفسها التي تسلت إليه فهنا فهنا علي باي يرسل الأموال للبائع أو المنتج لكن المهم الذي أقوله هو في قضية الاختلاص والنصب هذا ليس قضية فائعة لأن هذه البشرية طبيعة نصب الاختلاص في كل العالم تبقى فقط هو طريقة إرسال البضاعة إذا كانت عن طريق دي أش أل أكيد ما يكون فيها نسبة وحدة أما إذا كان يقول لك ألو انطلقوا مثلا على الجزائر في المكان الفلاني أو في الغابة الفلاني هذه ليس هذه يعني القانون يحمي المغفلين في كل العالم طبعا أكيد لأن هنا في الجزائر الحمد لله بدأت تطور في الفيسبوك وهذا فعلا الحمد لله كان ناس صادقين وكان ناس غير صادقين وبالتالي ينقض الحذر من ناحية لأنه ماذا يخسر عليك في الأخير يرمي الشريحة وانت اخذ أمر نعم نعم فلوس نحن ما نقول شيء يعني يقتلوا فقط يأخذ الفلوس والسلام عليك لكن إن شاء الله لابد أن يعرف الشعب الجزائر بأن هذه ثقافة وهي ثقافة الآن يجب التعايش معها لأنه الآن توزه العالم في خضم ما حدث التجارة الإلكترونية الآن يمكن اعتبارها ليس فقط كثقافة ستكون سلوك مثل ما يتم تبضع من خلال زيارة المراكز التجارية الآن تجارة الإلكترونية يرىها الكثير البديل الأنجع لكل هذه المراكز التجارية من خلال اقتناء المتجات المرجوة وإذا كانت هناك حقيقة تلك الثقة ستكون المتجات يعني رقم واحد مقارنة بما نجده في المراكز التجارية أكيد هو خاصة منح السرعة لكن أنا أطلب الآن من هذا المكان السلوطات خاصة أنها دوما تقول للكفاءة أن تأتي تستقمر في الجزائر أحنا أتينا أنا أقول لك مثال الآن أنا ما أستطيع أن أتي إلى الجزائر أنا عندي عدة متربيسين لابد أن تقبهم لكن أنا معلق هنا لأنني ما عندي اوتوريزازيون لكي أنزل فأني ناشد السلطات أن يسهل لهذا الأمر لكي أنزل في هذه الأيام لكي أباشر يعني وأقف بجانب هذه المنصة لا هناك رحلات فقط بما أشرت إلى ذلك سيدي هناك رحلات إجلاء بالنسبة للجزائريين العالقين هنا هناك تصريح لابد من تصريح لأن الرحلات تخص فقط الجزائريين ممكن عندهم تأشيرة لكن أنا مقوم في نفس الوقت ويعني لم أجد سبيل لكن لا بأس إن شاء الله في خير ليست لدي معلومات كافية بخصوص هذا الموضوع ولكن يمكن أن نتطرق إليه في مواعدنا الإخبارية على كل سيدي أنت أشرت إلى نقطة جد مهمة هو ذلك التواصل عن بعض سهل الكثير من الأمور يعني بما خاصة كما قلت التجارة الإلكترونية والتسوق أنا والله هذا فعلا لكن أرجع إلى السلطات يعني هناك فراغ قانوني جد جد كبير فيما يخص البايمو الإلكترونيك نعم يعني قاملين تحمي مثلا أعطيك على سبيل المثال تعرف سيد مصطفى حتى نكون يعني موضوعيين وفي نفس الوقت لا نأكل كل واحد يأخذ حقه بالنسبة للسلطات هناك جهود جبارة يعني بالنسبة للدفع الإلكتروني لكن هناك نوع من نقص من الثقافة لدى المواطن الجزائري لأنه نوع من التخوف يقول لك بلي أنا لو أني أدفع من خلال الدفع الإلكتروني استخدام تلك البطاقات يمكن أن يصرى نوع من الاختلاص في أموالي فهنا فقط يمكن هذا اللبس الموجود في التفكير المواطن الجزائري هو ما يحول دون ذلك أجيبك هذا سهل لأن فيما يخص الدفع الإلكتروني أولا هذه مثلا البطاقة الذهبية لابد أن البنك أو أي بنك خاص لابد يضيف قيمة بسيطة من أجل مثل هنا في أوروبا يعني لو عندك اختلاص مهما كان المبلغ فهناك أنك عندك تدفع شيء كل عام مثلا نفترض مثلا 500 دينار جزائري من أجل لو فيه نصب وإحتيال على الحساب فالبنك يرجع لك هذا هو حل ما في حل آخر أما أرجع لك فيما يخص القوانين الآن موجودة ليست مطورة لكي مثلا هذه التجارة الإلكترونية جديدة ولكن لا توجد قوانين لكي تسهل الحمد لله تسهلها كذلك وتنظمها طبعا وخاصة الآن لابد من قوانين من تسهيل مثلا كيف ندفع نرسل بسهولة من ناحية مثلا هذا الذي رأينا يتكلم عن البطاطة المسكين عنده بطاطة موجودة وبطاطة جديدة لو كانت صناعة تحويلية وتسهيل في إرسال طريقة جدا سهلة مثل في كل العالم لهذه البطاطة لا ممكن يرسلها إلى أي مكان في العالم مثلا هذه البطاطة لو يذهب بها الآن إلى الميناء ممكن تخسر لأن في جائحة كورونا لكن ما فيش قوانين تسريع نقول ترسانة قانونية تسهل وتنظم هذه السوق وكذلك يقابلها لكثير من العرقيل نحن من خلال كل بلاتوهات النهار نتحدث دائما عن هذه العرقيل رئيس الجمهورية كذلك بالنسبة للحكومة تعمل على قدم وساق للقضاء على هذه العرقيلة التي تدخل في إطار البيروقراطية لأن الآن الجزائر ليس لها خيار آخر أو بديل آخر إلا أن تتوجه إلى تسهيل مثل هذه الإجراءات القانونية التي تتحدث عنها سيدي من أجل الدفع بقوة بالاقتصاد الوطني حتى تجد الجزائر مكانتها في مصافة الدول عن قريب إن شاء الله هذا ما نأمل هو خاصة أنا أشكر هذا وزير الشركات الناشئة التي كان عندها أول ما بدأ في الحقيقة التقيت به وتكلمنا على عدة أمور وكان في المستوى ونسأل الله أن يفقه فيما يخص هذه القوانين الجديدة فيما يخص الشركات الناشئة ولا بد كذلك هناك بعض المواحدة حدث لابد أن يكون فيها تسهيلات أكثر من ناحية تشجيع الناشئات شركات الناشئة من ناحية المتخرجين لما يخرجوا يعني خاصة من ناحية لأن هناك مصاريف كثيرة يعني تتعب في الحقيقة هذا الشاب من أين يأتي بهذا المبلغ لكي يدفع حقوق الرسوم وهذه لل رجيستر كوميرس هذه مثلا أتكلم على فرنسا لا أقول فرنسا أحسن ممكن دول أخرى أحسن من فرنسا لكن من البيت ممكن تفتحي شركة وبملف واحد إلكتروني في يوم أو ثلاثة تحصل على رجيستر كوميرس يعني تسهيلات تجعل من الشخص أنه يرغب في تطوير كل نعم نعم جميل جدا من البيت وعلى خلص ولا ولا فرنسا نتمنى أن تأخذ مثل هذه التجارب الإيجابية وتأخذ بعين الاعتبار وتطبيقها هنا في الجزائر من أجل تسهيل الأمور على الشباب الجزائري السيد مصفى فارورو مختص في تجارة الإلكترونية وصاحب موقع للتسوق الإلكتروني في طور الإنشاء أشكرك جزيل الشك على هذه المداخل عن كل هذه المعلومات التي نتمنى أن تأخذ أيضا بعين الاعتبار التي تدخل كما قلت في تطوير الاقتصاد الوطني ترجمة نانسي قنقر